موسيقى نشرة السادسة من قناة عدن الفضائية أهلا بكم وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس اليمهورية مساء اليوم إلى المملكة المغربية في زيارة خاصة وكان في زيارة خاصة وتأتي في زيارة فخامة رئيس اليمهورية إلى المغرب للقاء أخيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز لمناقشة التطورات ومستجدات الأوضاع في اليمن وكان في استقبال رئيس اليمهورية لدى وصوله مطار بن بطوطة في طنجة ولي طنجة تطوان محمد عقوبي ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة وإلياس العماري القائد المنتدب للحامية العسكرية طنجة العرائش محمد المرابط والنائب الأول رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة إدريس الكروج ورئيس جماعة طنجة البشير العبدالاوي وعددا من المسؤولين المغاربة كما كان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية في المطال نائب رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية اللواء أحمد عسيري وسفير اليمن لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي وأعضاء السفرة أجرى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا بوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية للإطلاع على عملية تفويج الحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة واستمع رئيس الوزراء إلى توضيح حول طبيعة عمل تفويج الحجاج منذ انطلاقهم من اليمن ووصولهم لمملكة العربية السعودية وأكد وزير الأوقاف والإرشاد أن العمل يجري بانسيابية ومرونة تامة حيث عملت الكثير من الوكالات والليان في تفويج الحجاج وبذل كافة موظفية الوزارة ومكاتبها ووكلائها والعاملين فيها جهودا طيبة في توفير كافة سبل الراحة لتيسير رحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام وأشار إلى أنه يتم التنسيق لتهيئة الخدمات للحجاج كافة في مقر سكنهم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وسيتم توفير وسائل نقل بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منوها بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تخصيص مخيمات للحجاج اليمنيين بمشعرين ميناء وعرفات موضحا أنه سيكتمل وصول جميع الحجاج اليمنيين إلى السعودية في الثاني من ذي الحجة المقبل مشيرا إلى التسهيلات التي حصلت عليها وزارة الأوقاف من حكومة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود حافظه الله وشاد رئيس الوزراء بالأدوار الكبيرة التي تقدمها وزارة الأوقاف والإرشاد والتي يبدلها الوزير الدكتور القاضي أحمد عطية من أجل نجاح حج هذا العام وتقديم خدمات تليق بمقام ضيوف الرحمن مشددا على مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يحتاجه الحاج في أي بقعة كانوا في اليمن والاهتمام بكافة التفاصيل الصغيرة في كل ما يتعلق بالتجهيزات والترتيبات متمنى تقديم موسما طيبا يستحقه حجاج بيت الله الحرام قام وزير الأوقاف والإرشاد رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور أحمد عطية بزيارة تفقدية على مساكن الحجاج اليمنين في مكة المكرمة واستمع الوزير عطية من الحجاج اليمنين إلى الصعوبات التي واجهتهم منذ مغادرتهم الأراضي اليمنية وحتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة معبرا عن سعادته بوصول حوالي خمسة عشر ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة حتى يومنا هذا الجمعة وقال الوزير عطية سنظل معكم نتلمس همومكم وسنكون خداما لكم لا مسؤولين عليكم ولن ندخر جهدا في تدليل الصعاب أمامكم حتى تتمكنوا من أداء مناسككم وتعودوا سالمين غانمين إلى أرض الوطن وشدد وزير الأوقاف والإرشاد على شركات النقل المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين الالتزام بالمعايير والمواصفات المتفق عليها مع وزارة الأوقاف والإرشاد مؤكدا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات النقل المخالفة من جانبهم عبر الحجاج اليمنيون عن شكرهم لقيادة بعثة الحج اليمنية برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد لما يبذلونه من متابعة مستمرة وجهود مضنية من أجل تسهيل الإجراءات المقدمة لهم منذ انطلاقهم من الديار اليمنية وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة رحب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة عبد الرقيب فتح بتصريح منسق الشؤون الإنسانية جيمي مك جولدريك الذي يدين ميليشيا الإنقلاب بانتهاكاتها بحق الأعمال الإغاثية والإنسانية وإعاقتها للوصول الإنساني السريع للمحتاجين وتعطيل العمل الإغاثي واختطاف قوافل الإغاثة ومنع دخول العاملين في الإغاثة وحرف مسار المساعدات الإنسانية المخصصة للمستحقين وتحويلها للمناطق الخاضعة تحت سيطرتهم وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبق سبق وأن دعونا المنظمات الأممية إلى التواجد في العاصمة المؤقتة عدن وذلك للتمسيق مع الحكومة الشرعية في تنفيذ الأنشطة والمشاريع المتعلقة بالعمليات الإغاثية والإنسانية والخروج من الإقامة الجبرية التي تفرضها عليهم ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية وشدد فتح على أهمية التواجد السريع للمنظمات الأممية في عدن بجانب الحكومة مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بعمل المنظمات الأممية وتقدم كل الدعم والتسهيلات لعملها وذلك للوصول الإنسانية السريع للمحتاجين معتبرا التصريحات موقفا إيجابيا من مسؤول أممي لطالما دعونا مرارا إلى هذه الإدانات ودعا وزير الإدارة المحلية منسق الشؤون الإنسانية بمواصلة فضح من يعيقون الأعمال الغاثية والإنسانية وإدانة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا بحق الأعمال الإنسانية ورفع التقارير إلى مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن كافة انتهاكات الميليشيا بحق الأعمال الإغاثية ساهمت إلى حد كبير في تردي الوضع الإنساني دانت الحكومة اليمنية حادثة الدهس الإرهابية التي وقعت في مدينة برشلونة الأسبانية وأدت إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين وأكدت وزارة الخارجية في بيان انتلقته وكالة الأنباء اليمنية وقوف الجمهورية اليمنية إلى جانب مملكة أسبانيا في مواجهة الإرهاب والتطرف الذي يعد عدوا مشتركا لكل الإنسانية بما يقوم به من جرائم تستهدف السلام والأمن ويستيجب من كل الدول العالم مضاعفة اليهود والتنسيق والتعاون في مواجهته واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه ومحاسبة من يقوم برعايته وتمويله وقال بيان الخارجية إن الإرهاب وما يمثله من فكر متطرف سيهزم ولن يتحقق له النصر طالما والعالم موحد ضده وعبر البيان عن خالص التعازي للشعب الأسباني الصديق ولأسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل التقت سفير اليمن لدى أمستردام سحر غانم رئيسة وحدة الطوارئ والعمليات بمنظمة أطباء بلا حدود بهولندا كارلين كلير لمناقشة الدور الذي تلعبه المنظمة وتدخلاتها في اليمن وجر استعراض الأنشطة والتدخلات التي تقوم بها المنظمة حاليا وخططها للمرحلة القادمة والتباحث في سبيل التعاون والتنسيق بين الحكومة اليمنية والمنظمة بشكل عام وعمل المنظمة من العاصمة المؤقتة عدن وتم الاتفاق على التنسيق المشترك بين السفارة والمنظمة في التواصل مع شركات الأدوية الهولندية لتقديم المساعدات الصحية لليمن وخصوصا الأدوية المرتبطة بالفشل الكلوي وغسيل الكلة التقى سفير اليمن لدى فيينة هيثم شجاع الدين اليوم أمين عام وزارة الخارجية النمساوية مايكل لينهارت واستعرض السفير شجاع الدين الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن جراء استمرار تعنت الميليشيات الإنقلابية للقبول بمبادرات السلام المقترحة والتي كان آخرها مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والخاصة بالحديدة وقبول الحكومة اليمنية ودعمها لهذه المبادرة وتعاطيها مع جميع جهود السلام في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني وعبر السفير عن شكره لليمن ولليهود والمساعدات التي تقدمها جمهورية النمسا أو عن شكر اليمن للجهود التي تقدمها جمهورية النمسا وخاصة في المجال الإنساني والصحي متطلعا إلى زيادة الدعم والمساهمة في دعم جهود الحكومة اليمنية في مواجهة وباء الكوليرا من جانبه قال أمين عام وزارة الخارجية النمساوية أن بلاده تدعم بشكل كامل كافة اليهود التي يقوم بها أو يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الحرب التي أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والصحي في اليمن وأكد أن النمسا ستستمر بتقديم الدعم للحكومة اليمنية وأنها قد رصدت مبلغ 2 مليون دولار كمساعدات إنسانية وصحية لليمن مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها عبر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق لشؤون الإنسانية والصليب O.C.H.A. الصليب الأحمر الدولي تمكنت قوات النخبة في الجيش الوطني من السيطرة على عدد من التباب والمرتفعات التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلور صالح الإنقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي المتمردة ونقل موقع سبتمبر نت عن مصادر ميدانية قولها أن قوات النخبة التي تم تشكيلها من اللواء 102 واللواء 63 مشاه خلال الأيام الماضية شنت في أول عملية عسكرية لها اليوم هجوما واسعا على مديرية باقم من ثلاثة محاور تركز في القلب والشمال والشرق وأكدت المصادر أن قوات النخبة بعد معارك ضارية مع الميليشيات أحكمت سيطرتها على تباب الخشم شمالا وتباب النمسا شرقا وتمكنت من السيطرة وقطع خطوط إمداد الميليشيات الإنقلابية في المناطق الممتدة من آل صبحان وحتى عمق باقم في محور القلب وأضافت المصادر أن قوات النخبة في اللواء 63 مشاه أحكمت سيطرتها على جبال ووادي الثعبان المحاذي لآل صبحان من الجهة الشمالية والواقع بين الخشم والنمسا وبحسب المصادر فإن قوات النخبة كبدت الميليشيات الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والأتاد واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة والقناصات ومدافع الهون التي خلفتها الميليشيات وراءها بعد فرارها ونقل موقع وزارة الدفاع عن قائد قوات النخبة العقيد ناجي حمادي أن قوات الجيش الوطني تحقق تقدما نوعيا وفق الخطة المرسومة لها في جبهة باق مؤكدا أن صفوف الميليشيا الإنقلابية تشهد انهيارات كبيرة وقال إن الأيام القادمة ستشهد مفاجآة كبيرة وحاسمة بدوره أكد أركان عمليات اللواء 63 العقيد عماد الشهاب أن قوات الجيش الوطني تمكنت بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي من السيطرة على جبل سبهطل والتبة الحمراء مشيرا إلى أن المعارك لا زالت متواصلة وأن الجيش الوطني يواصل تقدمه نحو جبل الشعير والتباب السود وأضاف أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحرير كافة مديريات صعدة الرحمن الرحيم تم بحمد الله وشكرا الاستولاء على جبل سبهطل الذي يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلو متر في السطح وعرضه أمكن كيلو ويحتوي على التباب في داخله والتي تكمن استراتيجيته في قطع خطوط الإمداد عن الميليشيات الحوثية التي تمد منفذ علب وقبل الشعير وقبل القمع وتعتبر هذه المناطق العام مناطق ميتة في الخبر الأخير قصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات لميليشيا المخلوع والحوثي الانقلابية في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمالي شرق البلاد ونقلت مصادر ميدانية قولها أن غارة جوية استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيا مقابل البوابة الغربية لمعسكر حام في المتون أسفرت عن تدميره بشكل كامل وفي غضون ذلك استهدفت وحدة القناصة بجبهة الساقية غربي مديرية المصلوب أحد عناصر الميليشيات الانقلابية في موقع عرضة الأشراف وأردته قتيلا إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميليشيات الانقلابية في منطقة عرضة آل صالح في مديرية المصلوب نهاية النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر